الخلافات سيد الشيخ حيدر اللامي بما أنه أنت مفاوض يعني عندك علاقات بارع وعندك علاقات مع الكتل والأحزاب السياسية هل يوم إذا نخليك مفاوض بين الكتل والأحزاب السياسية وريد نجمعهم على طاولة وحدة مع منه تقعد وعلى شنو تجمعهم وأيضا على شنو تستند وأيضا تتحدث مع أي كتلة يعني مؤثرة حتى تكون هي أيضا دائمة لهذه المبادرة طبعا هذا السؤال أصعب من سؤال رئيس الوزان لا يعني أول شيء هناك شخصيات مؤثرة في المشهد السياسي وهناك شخصيات مؤثرة في الوضع العراقي يعني المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى سيد سستاني أدام الله ظله الوارف وجعله خيمة على العراقيين وعلى المسلمين كافة له كلمة عليا ومسموعة رغم مرحلة من المراحل أنه بعض السياسيين وأنا قلتها في عدة لقاءات إنه إذا كانت كلمة السيد بمصلحة يمشون بها إذا ماكوا يميعوها ويمشون بجانبها يعني كلمة السيد عليا يجب أن تحترم من قبل كثير من الكتل السياسية اليوم الكتل السياسية مرة نتكلم عن مكونات الثلاث ومرة نتكلم عن داخل المكون ومرة نتكلم عن الأحزاب اليوم هناك التفرق وتناحر هناك يعني تعبير لكنك مفاوض جيد يعني طيب أنت تعرفين عندك علاقات قوية رغم أنه أنا أحبها تكون مخفية تبقى لكن هذا المفاوضة طبعا تعرفين إذا بها أمرين الأول أن يكون الطرف الآخر يحترمك يحترم كلمتك الأمر الثاني أن يكون هو يعطيك مساحة فكل هذه المساحة هذه المساحة تكون أنت تستطيع أن تتحرك بها وتحرك الأدوات التي تمتلكها اليوم الأخوة جميعا متشنجين الكل فاقدة يعني أنا أعبر عنه فاقدة ثقة يعني فقدان الأمن السياسي يعني لا يوجد هناك أمن سياسي الكل فاقدة الثقة بالآخر الكل يشوه الآخر حتى وإن علمه أنه هذا ممكن أن يقدموا هناك كثير من التصريحات والدلالات قدموها مسؤولين كبار حول شخصيات يقول هذا الأمر ينفع العراق لكن نحن رفضناه كون أنه فلان الذي أتى به هذه كثيرة موجودة حتى لا يصعد فلان حتى لا يكبر فلان اليوم نحن نحتاج إلى أن ننظر فقط إلى العراق وننظر كما أنا أفكر أنا أريد في يوم من الأيام أن أحفادي أو أهلي أو الناس اللي تعرفني عندما تذكرني تترحم عليه لا أن تشتمني لا أن تلعنني كون أنه هذه العملية السياسية الآن اللي موجودة فيها كثير من الإسفاف فيها كثير من الأخطار فيها كثير منه يجب أن يعمر مثل ما قلت يعمر الإنسان من الداخل يعمر هذا الإنسان من الداخل لسبيل أن يبني بهذا البلد أنا أقول دائما في كثير من جلساتي مع الناس حتى في التفاوض هذا اللي أنا أبحث عنه أنا لن أرى أنا أتأكلم أنا لن أرى كون أنه هذا اللي أنا أبحث عنه كبير لكن ممكن أن أبدأ به خطوات أستطيع أن أبني لبنة هنا ولبنة هنا لكن أنا لن أرى هذا البناء كون بناء كبير ويحتاج إلى عمل ربما ما مأيس من بعض لا أنا ما مأيس أنا ما مأيس أنا بالنسبة لي أقول أنه الأيام القادمة إن شاء الله يعني خلل نقول العشر سنوات القادمة الشعب العراقي سوف تتضح له الرؤية ولا يذهب خلف من استخفى بعقله واستخفى بإرادته واستخفى بما موجود من أفكار عنده ظل له كثيرا تذهب هذه القدسية الكاذبة هناك بعض الشخصيات لهم قدسية كاذبة قدسية هي هشة مبنية على الهواء مبنية على السخافات واتفاها تجلكم الله لكن بعد فترة عندما ينظر هذا الشخص يرى ابنه مريض يرى ابنه غير متعلم يرى أنه نتمنى نتمنى سيد يذهب إلى الواقعية حيدر اللامي تجمعهم فجيهم على طاولك وأنك عندك علاقات متميزة